كلمني بقى على أبو العربي والفكرة المسرحية وتفاصيلها ما ألقتش إنها تقارم بالفيلم بصي أنا عادة يعني دايما أوضع في موضوع المقارنات ده حصلت مع المال كلير لأنها تمت قبل كده ما بقلقش لأنه كل واحد عنده طعمه وعنده لونه وعنده الكيفية اللي بيعمل بيها العمل في أبو العربي هو حدوثة منفصلة تماما عن الفيلم إحنا لم نستخدم إلا الإسم أبو العربي ده شخصي في الكولورية معروفة بالمبالغة في الحوار خدناها حطناها في ستويشن جديد خالص ماذا لو أبو العربي أصبح عالم نوا يشبه أحد العلمان بالزبط كده وبدأنا نشوف الحكاية ونكتبها مع المؤلف محسن رز وبدأنا نشوفها توصل معنا لإيه وكان بشاركنا طبعا الأستاذ هاني رمزي في كتابة الحوار معنا من البداية يعني كان حاضر ووصلنا أن إحنا بعيدنا تماما عملنا حاجة مختلفة تماما وأعتقد أنه الحمد لله مع رد فعل الجمهور أنه الناس بتيجي تكلمنا أنه ما شافتش مصرح كده من عشرين ساق كمنتج بقى الهاوس بيبقى يعني فل أو قرب الفل مثلا بنحاول نعمل طبعا مسألة أن إحنا نوسع الصالة شوية عشان الإجراءات اللي موجودة لازلت موجودة ما بنحاولش أن إحنا نكربس العدد لكن فيه إقبال كبير على المصرح يا الحمد لله والإقبال ده جي تباعا يعني بعد أول عرضين ثلاثة بدأت الناس بقى أتكلم بعض وبدأت ناس لا ده فيه هنا عمل كوميدي ده فيه هنا عمل بيدحك فيه مفاجآت في داليا البحري مفاجأة في العرض مفاجأة جبيرة جدا داليا البحري أولا عقشبة المصرح أحمد فتحي كوميديان رائع الأستاذ حجاجة عبدالعظيم عامل طعم كبير جدا للمصرحية محمد جمعة بقى وتقلقه في الوسط الفني دلوقتي لاي لأعز العرب لاي لأعز العرب بقى عامل دور غير طبيعي بقى الست المفتصابية الصغيرة على الحب اللي بتدور على العريس عمر عبدالعزيز مفاجأة يعني فيه بقى الشباب بتوع كوميدي كلاب كمان إحنا واخدين منهم عشان نطعم بيهم العمل فبقى فيه حالة كوميدي كبيرة جدا إحنا هدفنا وحيد هو إسعاد المتفرق إحنا عايزينك تدخل المصرحية بتاعتنا تخرج سعيد